دلوقتي عايزين نتعرف منك على أخبار المرور دلوقتي نتعرف على أخبار المرور خليكم عانا نستعرض مع حضراتكم الجولة المرورية وحنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس بدأت تنزل وبالتالي هنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك سيولة مرورية حتى غمرة أما اللي مكمل فيه اتجاه العباسية هنلاقي بعض الكثفات المرورية اللي بتزيد مع ساعات الظروة الصباحية لو تبهنا شارع صلاح سالم هنلاقي إن فيه هناك سيولة مرورية كبيرة وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثفات مرورية نسبية في الوقت الحالي وهنفضل مكملين لحد كبري إرودة هناك برضو هنلاقي بعض الكثفات المرورية بالنسبة لكورنيش النيل بدأت الكثفات المرورية تتكون عند المظلات وعند الساحل ومنطقة قسط البلد ودي كثفات طبيعية بسبب زيادة أعداد السيارات أما بالنسبة لكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية ناخد بالنا إن كبري 15 مايو بتظهر عليه بعض الكثفات أعلى منطقة الزمالك بسبب أعمال التوسعة في الكبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بالنسبة لطريق الدائري بتظهر بعض الكثفات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام باتجاه الزراعي ومنه للأقاليم ونستكمل جولتنا دلوقتي بشوارع الجيزة فيه إغلاق جزئي للطريق الدائري الأوسطي على تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر دون تعطيل حركة المرور كمان فيه غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة واتجاه طريق الواحات تحديداً بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري كمان هنلاقي أن فيه بعض التحويلات المرورية على محور 26 يوليو بسبب أعمال التوسعة والقادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر للنزول يميناً اتجاه محور 3 يوليو المستحدث ما بعد الطريق الدائري هناك ممكن الدوران والعودة مرة أخرى باتجاه محور 26 يوليو ثم الصعود مرة أخرى للمحور بمنطقة أبو رواش باتجاه أكتوبر القادم من اتجاه ميدان لبنان سيتم استخدام حرات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6 حرات مرورية على أن تكون مدة التنفيذ لأعمال التوسعة 75 يوم أما القادم من الطريق الدائري باتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب بعض التوسعات والاتجاه أكباري من خلال نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج لو رحنا لشارع الهرم حنلاقي إن شارع الهرم بيشهد كفافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطئ في حركة السيارات كمان بتظهر بعض الكفافات الأخرى في شارع السودان حتى جمعة القاهرة ومدان النهضة وصولاً لمناطق بلاء ومبابة أما محور صفت فيه كفافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجمعة القاهرة ناخد بالنا برضو إن تم إجراء غلق كلي بشارع منشية البكري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري لمدة شهر بسبب تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطلع ومنزل محور عمر بن العاص اللي بتربطه مع طريقة دائري القوس الغربي نروح بقى لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي بتظهر بعض الكفافات المرورية بطريق اسكندري الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات والكفافات بتبدأ من بعد نزلة كوبري اليوب لغاية مطلع الدائري في الاتجاه القادم من الأقليم وصولاً إلى القاهرة حتى الطريق الدائري والأصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريق بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات للسحب كثافات المرورية اللي بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري بالمركبات لكن القادم من الطريق الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرق حيلاقي هناك سيولة مرورية مع هذا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة إطلاقاً أما بالنسبة لمنطقة الدلتا هيستخدم طريق شبرة بنها الحرة لشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع ده يفضل أنه ياخد محور الفريق العصار مروراً بالشارع الجديد في شبرة الخيمة تعالوا بقى نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد هناك هنلاقي سيولة مرورية معظم الشوارع مع عدى بعض الكثافات نتيجة الوقت ده في الظروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية ومن طرح البحر هنروح للشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع دي كانت جولتنا المرورية ونرجع تاني لمنا وشازلي واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك هلا مش هنتأخر عليك عشان نعرف بعد شوية أحوال الطقس هتكون ايه علشان الناس الليسة لزة لسة منزلتش شكرا لك منزلتش شكرا لك